بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم بسم الله 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 الرحيم بسم الله الرحيم لتعلم أنه يتخل فيه من سواء وليس فقط يقول من غير أن يرتبط به غرض سواء تحقير الغير فهل مفيده هو عبسي الأخر ليس أن يتخلق الأحق وأن هذه الناس التي يتخلقها يتخلق الأحق فهل مفيده هو عبسي الأحق لكي تحميل الأخر أم الجدال هذا يبدو كثيرا إلا أن الجيدال تشترك في الناس الجيدال مذموم ويبدو مذموم ومذموم الجيدال مذموم وهو مذموم وهو إنترد وإنسان وهو الجيدال محمود أي إلي مطلوب إلي طيب أما المحمود الجيدال المحمود هو الذي يكون لتبيين الحق وإظهاره وضحض الباطل وإسقاته هذا الجيدال المحمود أي يتحدث يتحدث 7 choses يتحدث 7 personnes للحق لكي يتحدث إلي إعلا كلمة الله سبحانه وتعالى وكذلك سبقون باتخال الباطل سيختم بالباطل ماتخون قاتل باتخال الباطل هذا إلي محمود بشرط أن السنوي كي جادل في هذا الحال إلي على علم إلي على تقوى إلي الوان ذي شبهات قال سبحانه وتعالى وجادلهم بالتي هي أحسن فالله سبحانه وتعالى إلي سيتي سجدال محمود في القرآن الكريم وجادلهم بالتي هي أحسن أما المذموم فقولنا أنه ça ressemble أميرا c'est la polémique qui n'est pas le but ce n'est pas de secourir الحق c'est de secourir son نفس فالجدال المذموم هو الذي يقصد أو يقصد به صاحبه الغلبة والإنتصار للنفس le but إنما الأعمال بالنيات أو بالنيات أو بالنيات هذا إلى c'est ça c'est pas l'اخرة son but c'est pas كلمة الله فهذا c'est مذموم عند السلف هذا c'est مدموم عند السلف والله سبحانه وتعالى il a démontré في القرآن للكريم أن هذا الجدال ce n'est pas من صفات المؤمنين قال سبحانه وتعالى ما يجادلوا بآيات الله إلا الذين كفروا الكفاري سمعروف بالجدال فراهم يبقى pendant 10 heures وليس كفروا وليس كفروا لا يمكن وليس كفروا هو نفسها وليس كفروا وليس كفروا فقط فالهذا ربما يساعدد فلعب إلا فالتالي وليس كفروا وليس كفروا ولمون صلى الله عليه وسلم كذلك إلا حذر من هذه الأوصاف المذمومة المراق والجدال والخصومة ايقى بغير علم قال النبي صلى الله عليه وسلم انا زعيم او زعيم بيت في ربذ الجنة اي في اسفلها قال لمن ترك المراء وان كان محقا الحديد حسنه الشيخ الالباني رحمة الله عليه ادلس المراء ولو سيلي محق ولو سيلي على حق وهنا ينتم به ان بعض الناس ينبه انه يجوز ان تدلس المراء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وان كان محقا الشيخ نعتمين رحمة الله عليه ان النابه ان النابه ان النابه ان النابه قال رحمة الله عليه من ترك او قبل ذلك الى سيطة الاشكال قال وهنا مسألة وهي ان بعض الناس يتحرد من المجادلة حتى وان كانت حقا استدلالا بحديد وان كان محقا فيترك هذا الفعل صحيح بعض الناس تدلس المجادلة مع اخيه في مسألة الى الحق فيها ايساب في السقص الحديث وان كان محقا ليس اساب ما فهم صحيح قال الشيخ الوعديمين من ترك المراء في دين الله فليس بمحق اطلاقا اما السقو غردين سيواجب على الجميع ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم قَالَ لِأَنَّ هَذَا هَزِيمَةٌ لِلْحَقِّ لَكِنْ قَدْ يَكُنْ مُحِطًا إِذَا كَانَ يُخَاسِمُهُ هُوَا أو تَخَاسِمُهُ هُوَ وَصَاحِبُهُ فِي شَيْءٍ لَيْسَ لَهُ عَلَاقَةٌ بِدْدِينَ أصلاً نعم أما إن بوليميك سَيْنَا فِي دِينِ اللَّهِ أمر دونيوي نعم مثلا يختلفون في سعر le prix d'une chose أو il a vu telle chose خبر دونيوي فهذا السلوك يلو لس ولو سينه محق فبإذن الله عز وجل بإذن الله عز وجل إلا لا غيكمبونس كي سيتي في الحديث أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك الميراء أما دليسي الحق دليسي الدليل هذا أبدا سبا من نصرة الحق أصلاً كما بيّن العلامة بن عثيمين رحمة الله عليك ثم إلى ستان اكزام ثم قال فهذه المجادلة المذكورة في الحديث أي من أجل الدنيا قال أما ترك المجادلة في نصرة الحق فليس بمحق إطلاقاً فلا يدخل في الحديث نعم أما نصرة الحق نصرة دين الله بالقول وبالمال وبالفعل كل هذا سي واجب بوغ سلوك القدرة ومن الحديث كذلك كنبو سيتيه هنا النبي صلى الله عليه وسلم مين وقاعد كونتخ سي صفات مدمومة المراء والجدال والخصومة من الحديث كذلك ما رواه الترمذي وابن ماجه عن أبي أمام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل صحيح سمن أسباب الإنحرف سمن أسباب الضلال ما ظل قوم بعد هدى النبي صلى الله عليه وسلم يموت خلنا سو كي سو على هدى وكي سيگاه سو على هدى سو على هدى سو على حق ثم يسيگاه أنهما سيگاه أنهما سيگاه إذات على هذا الوصف المدموم جدال قد علم قد ضوابط قد رجوع إلى أهل الخبر أهل العلم العلماء لكن جدال فلان إلا دي فلان إلا باتي فل يتخوف ربما بعضهم pendant ديزار حتى ينحرفون ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوت الجدال وتعلمون أن السلف c'était les personnes qui parlaient لهم et qui pratiquaient le plus والخلف بالعكس تتخوف ceux qui sont venus après eux يتخوف بكو العمل إلا قليل من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت هكذا قال نبي صلى الله عليه وسلم فكثرة الكلام أصلا سبطي إلا في الخير إلا في الذكر تلاوة القرآن أما كثرة الكلام خاصة عند المناقشة عند المجاتلة ربما الشيطان يغاند ويجب أن تساكوه ويجب أن تساكوه ويجب أن تساكوه ويجب أن تساكوه وفي الصحيحة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلا الله الألد الخصم قال النووي رحمه الله لأنه كلما احتج عليه بحجة أخذ في جانب آخر هذا الآن جدال خصومة سأبغض الرجال إلا الله سبحانه وتعالى الألد الخصم أي لأخصومة c'est quoi الخصومة إلا définه هنا الإمام النووي رحمه الله تعالى كلما احتج عليه بحجة كلما ترسيت الحجة كلما تخلص son قول الباطل فهو يتهرب et il cite une autre مسألة il cite autre chose et il emploie des mots mais on m'a dit mais si هذا الآن سيدخل في الخصومة بسم أبغض الرجال إلى الله سبحانه وتعالى وفي الصحيح أو الصحيحين كذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها نعم خصلة من النفاق كتشوز السلوك اللي ذا سا منافق سا منافق نكافر اعتقادي لا سا منافق هنا النفاق المراد بالحديد سا النفاق العملي كمنا في بطايد لدروس دو الأربعي النووية كنا في فيها بكليف خال نعم السلوك إن فإلى إن صفة إن كاركترستيك دا منافق منافق نفاق عملي اللي ذا سيطة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حدث كذب الكذب معروف المنصنج قال وإذا عهد غدر وإذا وعد أخلف يتعبا سيبخو يتعبا سيبخو يتعبا قال وإذا خاصم فجر سا سننصفات المنافقين إذا خاصم سي يبال يبولميك مع واحد فجر يبال مال الحذر الحذر من هذه الأوصاف الحذر سيأوصاف الآن خاصة في زمننا هذا المتأخر وهو منتشر جدا ربما مناقشة علمية أولا تناقشت في خير السن عما بغى أن مناقشته للبدع والأهواء والضلال سا سنباب خطير أصلا ممسيت بالحق غنطا في هذا لأن أنت تجب الحق خصمك بالباطل تتبع على بغي القلوب ضعيفة والشبه كثيرة نعم لكن تدخل بعضهم والعياذ بالله يناقش أخاه مسألة علمية ثم يسنعه ثم ربما كلام سي ثم ساغونت في النية ميتافوليو ما كذا هذا هذا سيخطير هذا سيخط من صفات أهل النفاق إذا خاصة ما فجر celui qui تكلم في أمور العلم يتكلم بإلم وفيهودو وعلم أخي أن الحق يلسى بباطل يلسى بباطل وكذا لا تتبع لا تتبع تتبع aujourd'hui تتعرض دماغ تتعرض نعم فاو lieu تتعرض في أمور العلم يتكلم وإسماع وإسا أنت أخي لا وإنهان وإنهان فسألوا أهل الذكري إن كنتم لا تعلمون بكلهودو ومحابة ملتالي وله فسألوا أهمي وإذا خاصت ما فجر أخي لا تتبع وإذا خاصت ما فجر أما السلف رضي الله تعالى عنهم فكلامهم كثير بيان البر ils ont beaucoup insisté et démontré mis en garde contre المراء والجدال والخصومة في الدين وإمام أحمد رحمة الله عليه كما تقدم il a cité cette مسألة dans les fondements وصول أهل السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله ثم إلى ستيه والترك المراء والجدال والخصومة في الدين قال الإمام عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى قال من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل سلوك سون دين سلو الخصومة فقط أي إلي عبتولي إلي إبخو به والعياذ بالله بخصو مرض الخصومة في الدين دائما نناقش دائما يجادل دائما يجادل 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 هذا كما قال عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى أكثر التنقل أي يجادل 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 الرجل يجادل يجادل هذا يجادل 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 خاصة في أن تخيبك نعود بالله نعود بالله سي نباك دجدال سي نباك دميراء يتخصوم خاصة مع الوسائل الآن مع المواني الآن انتغنتي أطر سي أمباب دجدال مفتوح كبير على الأمة وكم من الناس انحرفوا بسبب ذلك عن أبي قلاء قلاب الإمام ورحمة الله عليه كان يقول أبو قلاب الإمام كان يقول لا تجادل لا تجادل لا تجادل لا تجادل لا تجادل ولا بضع ولا بضع لا تجادل صلى يهacter انتعود نحن بكثير للم شعر لا نحن نحن بكثير الأهل الأهواء لديك أكرب أنت تتتعيد في نيت حسنة وأنه بشكل صحيح وأنه يتعيد لديك يمكوربك يتعيده 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 حتى في الأخير تنسى أن تتعيده بل أن تملك تتعيده فإذن الله تتعيده فلما ذاته؟ الذي رأسك أنت تتعيده؟ لا تجادلواهم لا تجادلواهم والله بعضهم ils ont un lisan طويل إن من البعيان الاسحراء قال عليه الصلاة والسلام بعضهم c'est comme des sahara كلام ربما أنت tu ne sais plus quoi dire ربما tu veux défendre الحق et ton كلام il fait du mal au حق et il fait du mal à toi et il renforce la position de ce mot peut-être فَمَنْ كَلَّفَكْ qui c'est qui t'a donné cette responsabilité يَعَخِ conseille ton frère السُنِّ conseille ton père conseille ta mère conseille tes enfants conseille ta femme conseille tes voisins conseille العوام يا رب on arrive à conseiller هؤلاء إن أهل الأهواء ce n'est pas من منهج السلف de rentrer في الجيدار معهم أبدا قَالَ فَإِنِّي لَا آمَنْ أَيْ يَغْمِسُكُمْ فِي الظَّلَالَة صحيح أبو قِلَابَ رحمة الله عليه نصيحة مُشْفِق رحمة pour الأمة il te montre أن tu n'es pas en sécurité de te garer أبدا والله أَنْ كَلِمَة كَلِمَة أَنْ كَلِمَة ils ont rejeté سُنَّة النبي صلى الله عليه وسلم ils ont rejeté كَلَمَة أَنْ كَلِمَة لَا تَدُونَنَا أَنْ تَا يَوَنْ تَنْ كَلَابَ والله هذا هذا c'est من إِدْلَال الشيطان لك et c'est من الغرور بالنفس قال أَنْ كَلِمَة أَنْ كَلِمَة أَنْ كَلِمَة أَنْ كَلِمَة أَنْ كَلِمَة تُتْخُوبَ الْعُلَمَة كَالْإِمَام الْأَلَّام الْأَلْبَانِ رَحْمَة أَنْ كَلِمَة قَانْ تِلَا نَاقَش بعض أهل الأهواء إِلَا عِمْ إِلَا بِلْقُدْرَة إِلَا مَتَسِي أَنْ كَلِمَة مَرَّا مَعَا مَعَا الْمُعْتَزِرِي كَمْ أَنْ تَجَانْ إِلَا مِدِي أُسُول أَنْ لَنَاقَش قُرْآن سُنَّة celui qui parle un délil مِنَا الْقُرْآن وِنَا الْسُنَّة quand il a refusé l'إِمَام الْأَلْبَانِ إِلَا بَنَا نَاقَش لماذا؟ c'est quoi le but l'âne ? إِلَا تَجْوَا قَالَّا قَالْرَسُولُ il va dire أَرَأَيْتَ أَرَأَيْتَ فُلَان il a dit j'ai entendu dans mon pays c'est quoi le but l'âne ? c'est quoi le but ? c'est quoi le résultat l'âne ? tu t'attends à quoi avec cette mounakasha إِلَا لَا perte le temps perte de temps ضيق صدر il va te mettre un ضيق et 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 rupama des insultes et rupama de la colère et rupama des marasis حافظ على دينك حافظ على منهجك والله il yana هذا المنهج المنهج السلبي النقي السلبي c'est une نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى préserve cette نعمة et pour préserver cette نعمة ne te mélange pas أهل الباطل là dans leur masajid là tu lis leur livre là tu fais مناقشة معه là tu parles avec lui sur internet قاطعه بالكلية tu vas préserver ton dîn si tu veux son bien fais du doa pour lui qu'Allah il le guide et il te préserve de son char حال c'est ça طريقة السلح قال هو عن عمر ابن قيس قال قلت للحكم ما ما اضطر الناس لهؤلاء قال الخصومات إلى دومان دي عمر ابن قيس للإمام الحكم رحمة الله علي قال ما اضطر الناس لهؤلاء أي pourquoi بعض الناس إذا تعالى خير إيسو بخشاب كهل الاهواء في quoi نكوز قال رحمة الله علي أمو الخصومات يسو انتخل يسو انتخل فلان يلادي تأنت جسك يسو انتخل معهم من جالس جالس وعن محمد يتخاصمون يتجادلون جدال بالعلم فانكر عليهم ويقول أنتم جربون 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 c'est une maladie موجودة في الإبل فانتخل 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 رحمة الله فانتخل يسو يحذره على دينك فهذا كلام نفيس كلام نفيس للإمام الآجري في كتاب الشريعة قال كذلك كذلك يغيبون شبهة فإن قال محمد الآجري رحمة الله عليه يغفل قال فإن قال فندعهم يتكلمون بالباطل ونسكت عنهم هذه شبهة كثير من الناس شبهة كثير من الناس أنه يقول فنترك هو يتكلم بالباطل ونلسك يتكلمون بالباطل يتكلمون يتكلمون ونسكت قال الآجري رحمة الله عليه سكوتك عنهم وهجرتك أي هجرك لما تكلمون به أشد عليهم من مناظرتك لهم صحيح والله هجروا أهل البداعي والأهواء تكلمون معه تلاسس لا ينبقى تكلمون سأشد عليه من ربما دزر مناظرة يتكلمون ونرى أنه قد يتكلمون هذا أهل البداعي عندما تتكلمون على التكلمون ولا اتكلمون لماذا؟ لأنه سيطرخ ونفرح سيطرخ 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 على انه سيطرخ أخي الكريم وقال الإمام ابن بطر رحمة الله عليه في كتابه النفيذ الإبانة هذا كلام الحقيقة يسجل مثل هذه مثل هذه الآثار يا إخوان كما ستكون في المسجد مثل هذه الآثار تكتب في دفتر حتى إن شاء الله تغلي خاصة هنا دوني لمراجع بإذن الله عز وجل أو حدي ركوبي دولتو هذا مهم هذا حتى تلتبقى حتى تفونت تمنحج على كلمة هؤلاء الأئمة فهو لا يوجد رد سماع فقط العلم سبب الكتاب فتكتب الفوائد تكتب حتى تكون دفتر تكون قائل تكون دونت الإمام فلاني لدي أو تكون دونت دوني قران كريم أو دوني حديد دوني صلى الله عليه الصلاة والسلام تقول الأئمة صلى الله عليه الصلاة والسلام تتبقى ترين لا يحملن أحد منكم حسن ظنه بنافسه وما عهده من معرفته بصحة مذهبه على منا على المخاطر بدينه في مجالسة بارد أهلي الأهواء صحيح لا يحملن أحد منكم حسن ظنه بنافسه ne pense pas que ت'es à l'abri والله c'est une grave erreur ne pense pas que ت'es assez fort ne pense pas que ت'es intouchable نعوذ بالله القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ne pense pas que ت'es à l'abri التواضع c'est مهم والله السلف ils ont mis en garde contre مجالسة ومناذرة الهواء إلا parce que المسلمين ils ont des faiblesses والله أعلم منك وأقوى منك et il a plus de faim que toi et il s'est assis avec des savants ربما il s'est mélangé il a voulu polémiquer il s'est égaré فما بالكبنا on est duعافé في العلم on a un imam ضعيف on n'a pas une grosse compréhension on n'a pas beaucoup d'années في العلم avec tout ça on ne peut pas prendre le risque هذا نعوذ بالله يا إخوان c'est دين والله ce que tu peux perdre l'annes c'est très très gros l'annes c'est ton dîn ton manhaj والظلال والإنحراف ça commence petit à petit مجالسة ثم أفكر ثم أمدهب أو أصل باطل ثم أدوزيم أصل ثم أمدهب tu finis dans un groupe ربما تنسلخ من الدين بالكلية الحذر الحذر au départ on fait attention قال ابن باطل رحمت الله علي فيقول أي واحد il se sent en râbri كما قال كذلك وما عهده من معرفة ديه بالصحة مدهب il pense il dit je connais المنهج السلفي je connais les fondements الحمد لله الشيطان il le pousse il le pousse il le pousse حتى يقول ماذا قال فيقول او داخلوه لأنادره أو لأستخرج منه مدهب الشيطان il le voit il pense qu'il a assez فما هذا يقول je vais rentrer أو je vais polémiquer avec ce mot qu'il te dit أو je vais m'asseoir avec lui حتى je regarde c'est quoi son مدهب et je le fais sortir de ce مدهب bâtil je le remets إلى مدهب الحق قال ابن باطل فإنهم أشدوا فتنة من الدجال ايه قال كانوا يلعنونهم ويسبونهم ابن باطل سيقه 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 اس soitCOM دخطить 30% سيقه علاه ويش royalty سيقه الخلاص ويش سيقه وكما زر أجنال بداهراني خاءتهم لإرزالي وكما تستطيع حظر والأغرب يجب لكهم يجب لهم يجب لهم يجب لهم يجب لهم وتم تجربين يجب لهم يجب لكم يجب تحيط يجب لك أنك مفوطه يجب أن تتعلم تسمع كلاه دوشار كي تسمع للضوصة في هدو أفاقس وأوه تتزل قال وابن بطة إن أخافي المقرب حتى صبوا إليهم يساعت لفضل المعلامه ويساعت لفضل المعلامه يجدع الجو بعد جو حتى سيساعت بوابن المعلامه تنتسلوا المعلامه يساعت ان يسمع إلى المعلامه هذا في زمان بطة رحمة الله أليه الآن هؤلاء الآن يسوا أبخي البوكد الإمام محمد رحمة الله عليه هذا الشكل الخير الذي موجود العلم الذي منتشر العلماء يزدبختوا مع هذا تأمل كيف يأخذ هؤلاء ما بالك نحن الآن ما بالك الإمام الذهبي رحمة الله عليه يستمتال في سيارة علام النبلة مثال الريواندي الملحد قال هنا ترجمة بيوغرافي هذا الملحد قال الريواندي عدو الدين أبو الحسن أحمد بن يحيا بن إسحاق قال صاحب التصانيف صاحب التصانيف قال وكان يلازم الرافض والملاحدة لكن والعياد بالله إفخيانتي الروافض ضلال زنادقة كفرة والملاحدة إفخيانتي هؤلاء قال فإن فإذا عوتي بقال هذا الريواندي هذا الملحد عندما يتسمر عندما يتسمر مع الرافض والزنادقة والملاحدة والكفرة يتسمر يقول يا جنب تتقل الله تتقل الله تتقل الله أفكر كيف يتسمر يتسمر إِنَّمَا أُرِيد أَنْعَرِف أَقْوَى لهم أعود بالله أحسن ذلك أعود بالله من الضلال C'est exactement ce que tu entends بعد الناس يا أخي طق الله rentre pas dans le site يا أخي طق الله mélange-toi pas avec هؤلاء يا أخي طق الله pourquoi tu parles avec fouلا même que ce soit par téléphone sur internet إنما أريدن اعرف أقوالهم Je veux simplement connaître leur أقوال curiosité la curiosité ça peut t'égarer يا أخي الكريم السلام ils n'étaient pas هكذا tu veux connaître leur أقوال qui c'est qui t'a dit que tu seras préservé t'as pris un engagement avec qui تأتي مستقل بك قلوب ضعيف تحرجك جيد يقول إنه استطاع معهم و لكن فلان لديه و لكنه سمت لديه الآن Assassin الزعابي يشعل الملحيد الملحيد ملحيد ينقى لا يؤمن الله سبحانه وتعالى عدو الدين هو هو من نمي هذه المسرعة هو من نمي الله وهم جيد كيفية؟ ينزل مع المهد الشر ينزل مع الزنادق المنفقين فإنه ينفق معهم قال عليه السلام المرء على دين خليلي فاتق الله خلقه إلوانك وتوى منهم إلوانك وتوى منهم إلوانك وتوى منهم ولا كلمة يمكنك التنسان بأن تتقل تنسان مفرمز المجدسة وتنسان تنسان ر Saturday وفي هذا المنزل يجب اخواني بتتكتب تتكتب الزم resource اللقان اللقن ليشتري إن Ceان سبب ليس لهم على المسلمين لديك لكن تنسان تنسان وتنسان ولد ونسكن من خطاع يمكن تسرينه وكيف مرحبتك حكروة على منزل وقتك في الأسفل كل من يوجود وقتك في الأن ومن يقتل مع أهلة الأهلة وكيف تقعد من الدقيق لأبدو على ميسم تتخلل بأنك في المساجة تتخل بأنك في المتوارج وكيف تتحدث بأنك في المشهر لا تقل الله لا يعني الثلالغة يا اخوان اخفضوا القرآن اخفضوا الشيء من السنة والله بتيت مسائل تُتسمّة في وقت الاخوان ينهرون بس تساعدل هل تتعلم لك هل تتعلم مع هؤلاء هل تتعلم سيديت اخفضوا وظنب وظنب عقادة يجب أن يفعلق وظنب لا يجب أن يتعلم معه الحمد لله كم يلعظون يجب أن يفعلق معها بعد المبتل يجب أن يتعلم معه والله بعدهم نحن نسى أن لا يحب أن يشعر كيف يترى نحن نعين للمسيق كلها إن المسؤولة ويقوم بإمكانهم إنه لن يسأل عبابا فهو له فهمنا من حكل ما نسأل الحكي يوضح المدلعة أنها لا يجب أن نعب كما قال الإمام مالك فحن يتعلقون من طوالك فهنا نجلب كل جيد لا يجب أن يحاولون ايه لديهم ويقفون والله يقولون انه يتدанный لأنه إلى قد很 بعض لن لا يجب أن يجب أن يجب أن نعبون المترجم للقناة والله تعالى أعلم نسأل الله سبحانه وتعالى يحفظ الجميع إلى الفتن ما ظهر منها وما بطن ونسأله سبحانه وتعالى العافية في الدنيا والآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة